اشتركوا في القناة وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساها وانتقوا الله اتقلوا نبيه والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقلوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فاظ عظيمة اما بعد فان عصدك الهديث كلام الله تعالى وسر الهدي هدي نبيهنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسر الامور محدثتها وكل محدثة وكل بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فان الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليبهره على الدين كله ولو كرح المسركون فعوجب على الناس كافة طاعته فلا يتم ايمان المرء الا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته كما جاء به عن الله وقد تضافرت النسوس الشرعية على ذلك من كتاب الله وما فهم اواديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعن جادر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يتضان فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يتضان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها معذوبة وبعث دائيا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المعذوبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المعذوبة فقالوا اولوها له يفقحها فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يتضان فقالوا فالداع الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن عطاء محمد فقد عطاء الله ومن عطى محمد فقد عطى الله ومحمد فرق بين الناس والحديث اخرجه البخاري ونبي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعاله وسلم انه قال انما مثل ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل حتى قوما فقال يا قوم اني رأيت الجيش اني رأيت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء النجاء فقال فعطاءه طائفة من قومه فادلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأسبه مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من اطارني فاتبأ ما جئت به ومثل من عصاني فكذب ما جئت به من الحق والحديث اخرجه البخاري ايها الناس ان في حيات صحابة رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم مواقف حية تدل على شدة متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بهديه فعن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وعاله وسلم خاتما من ذهر فاتخذ الناس خواتيم من ذهر فقال النبي صلى الله عليه وعاله وسلم اني اتخذت خاتما من ذهر فنبذه وقال اني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم جميعهم نبذ كلهم خواتيمهم رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرخه فقال يعمد واحدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم خذ خاتمك خذ خاتمك انتبئ به يعنون بذلك انتبئ به في غير خاتم فقال لا والله لا آفله أبدا وقد طرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه لإمام مسلم وعن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم ركب بني تميم فأشار أهدهما بالأقرع بن حادث أخي بني مجاشع وعسار الآخر برزل آخر قال نافع لا أهفظو سما فقال عبد بكر لعمر ما أردت إلا خلافه فقال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تجهر بعضكم لبعض أن تحبط آمانكم وأنتم لا تشعرون قال ابن الزبير فما كان أمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه وهذا محل الشاهد ولم يذكر ذلك عن أبي وأنا أنزل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علم فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسا فقال ما شألك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدف عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه كذا وكذا فقال المساء فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال نذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة والحديث أخرج بالبخاري وأن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلأنا عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلأوني عليهم كلهم خلأوني عليهم فلما قضى صلاته قال ما بانكم ألقيتم نعلكم قال ورأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا وهذا مهم الشاهد من الهديث أخرجه الإمام أبو داود وابن خليمة والحاكم وفحاهه باركا له لي ولكم جهدي كتابه الكريم ونفأني وإياكم بما فيه من الآيات وبكر الحكيم واتب علينا يا ربنا إنك أنت تواب الرأي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهاب الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بداوته واستندس سنته إلى رب الدين وبعده فكما زاء الأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك واجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى في كل سجيرة وكبيرة وفي كل واردة وشاردة فقد وردت تحذير منه خالفة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى سلمة من الأكوى أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بينينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت ما مناه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم وعن عبد الله بن مكفل رضي الله عنه أن قريبا له خذق فنهاه عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن الخذف وقال إنها لا تسير سيدا ثم عاد مرة أخرى تخذق فقال له أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عنه ثم عدت تخذر لا أكلمك أبدا متفق عليك وأن عبد الله بن أمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استعزنت أحدكم امرأته إذا استعزنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها فقال بالاب ابن لعبد الله بن أمر والله لنمنأهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا زيئا ما تمئت سبه مثله قبل وقال أخذرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنأهن والحديث متفق عليه وأن ابن أفاسم رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فوأضنا بموئبة فقال يا أيها الناس إنكم محفورون إلى الله هفاتا وراث الغرلا كما بدانا أول خلق نعيده وعدنا علينا إننا كنا فائلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه سيجاء برجان من أمتي فيوخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي وفي رواية أسيحابي فوقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم سهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل سيء سهيد إن تعذدهم فإنهم عبادك وإن تذكر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلقال إنهم لم يظالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفقا عليهم أيها الإخوة أيها الإخوة العزاء خاتمة هذا اللقاء بعض آثار السلط في اتباع السلط قال أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا أن يلت به وإني لا أخشى إن تركت من أمره أن أزيغ أخرج ابن بطف بالإبانة عن مجاهد قال كنا مع ابن غمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسجل لما فعلت ذلك قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت وأنا عبد الله بن مسعود قال لو ترثتم سنة نبيكم لضللتم وأن محمد بن السيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على طريق حقا إنه على طريق المسرقين الطريق الموسي الذي يوصل صاحبه إلى نيد رضوان الله سبحانه وتعالى في جنات ونهر في مقاعد السيرين عند ملك المختلف يا أخوة مسلمين وبنجس سبحانه وتعالى ياتولو أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم دجريا دع الدين قسيا دوميا دو كيشة أكن دوكاً سوراً الديني بوداك أفريسن سوكو سنكي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كان المسرقون وبنجس سبحانه وتعالى يا وجب تاوا باي ينتاء دبيا دمان زنطيرا أنه محمد صلى الله عليه وسلم چكين أبن دمس دادي كوبه مسد دادي با چكين أبن دسكي سوكو وان دباسا سوكو چكين أبن دسكي دا كرسشي خو سكي دا كسالة اكي وبنجس سبحانه وتعالى يا راتيات دشقاء الجنة جدودكا متمنده إيماني دمان صلى الله عليه وسلم يسوشي سمدكوة يديشي ييمس داعة تكين أبن دسكي دادي دليلي تكين القرآن دا حديثي سنونا حقا أبن دجزرم فتاعة وانا نتواتامو باقومي بالي فاتحي مسالي تكين مسالي عن كرقوة حديثي داقة جادة أن عبدالله ألا شكاله داع داريشي يتي جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم و هو لائم ملائكو سنزو وان نبي الحالينا فنشينا برشي سيوان سوكو سكي سكي برشي ودن سوكو سكي سكي آآ ادن نيكي برشي آم مزوطيا ستنا فرقه تنا فرقه سيوان ساشي داقة جاكو سو يتي دساشي إنا لصاحبكم مثلا للي متمنن ناكو دموك روجانسا ينا دا مسالي داقة ما تأبوكا ومتاني دانسو غانيشي تقريبو له مثلا كو بغا مسالي داقوة حديثي يغاني قدوكا وان دي كسر تكيه غريشي قونا باري نكيه غريشي سيوان ساشي داقة جاكو سكي سكي برشي فايكي وان ساشي داقة جاكو سكي برشي ادن نابرشي آم مزوطيا ستنا فتكي سي سكي مثالي اللدو صلى الله عليه وآله وسلم اتكيه الامة كمان مسالي منمو تنة وان دي جي نجي دا دي جي نجي دا سي شرية والي ما دا دنجي ان قاية انت دا قاية انشاء اتكي الوان دي كي برگي متاني سي اي كميشي لا توسنكي لا يسي جي كيشي لا قايا ومتاني ترجمة نانسية 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 والنا هو التوني نديك معقدت تشيئون حقابة مدى ندينا أ sweeping الأفضل ليس هناك تد鹿 شحاة مداهزة عين كنا للأت VIS عندما على سشحه اينا لم نتعلم الان شَهُ من تؤلمه فهي مدى من تجري ذوي طائد تفاصل بما أن كل ش involته نحن بارد تفاصل step ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر